عسلمة ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحالي تلافي كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة اليوم بش نحكيه على تسريحات رياض جراد ليقولن وخيم التيف وجلس شبكة أمريكا خططت لزعزعة أمن البلدي واستقرار هذما لتم إيقافهم الليمت ضمع وتحديدا في الويكاند كتب رياض جراد كاميل التيف رجل الدسائسي والمؤامرات وخيم التركي مرشح جماعة النهضة لرئيسة الحكومة ومنذ قليل تم كذلك إيقاف القياد النهضوي عبد الحميد الجلسي والبقية هم الآن ما حل تفتيش ما زل كونتيت كبيرة من الأشخاص اللي بتبعط الحال البحث هو اللي يجيب كل واحد فيهم يجب تخوه وأيضا الوثيقة الهمة اللي تم تحاصل عليها في منزل كل شخص فيهم شبكة أمريكا خططت لزعزعة أمن البلدي واستقراريه وتأموري على أمن الدولة ومؤسستها إن شاء الله ربي يوفق الأمنيين والمحاققين والقوضات والكلة وكل مسؤول خايف على البلاد بن منجد يوفقهم في أنهم يصلوا للحقيقة ويتم محاسبة كل شخصا منهم تجاوز حده وتجاوز القانون ونكل بشعب التونسي نكلوا بنا ثلاثة عشرين سنوية والأكثر رضوما من عهد بن علي اللي يرحموا نعم وما تنسيبشي لايك اشتراك تفعيل الجرس وبي باي